مساء الخير تتواصل يوم غد لقاءة الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأردن لكرة القدم بإقامة مواجهتين تجمع الأولى المنشية وذات راس فيما يلتقي الرمثة مع العقبة على استاد الحسن في إربد هذه المواجهة هي الأولى للمنشية في كأس الأردن كونه لم يلعب في الجولة الماضية أما ذات راس فيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على شباب الأردن بهدف دون رد وفي جعبته ثلاث نقاط أما اللقاء الآخر فيستقبل فيه الرمثة ضيفه العقبة في مواجهة تقام لحساب المجموعة الأولى ويدخل الفريقان المباراة ولا يملك أي منهما أي نقطة فالرمثة يخوض المباراة الأولى له فيما خسر شباب العقبة في الجولة الماضية أمام المتصدر الجزيرة برباعية دون رد حافظ الرمثة على صدارة ترتيب دور المحترفين للجولة الثانية على التوالي بعد انقضاء الأسبوع السادس تحت قيادة مدربه التونسي الجديد نبيل الكوكي كاميرا رؤية زارت تدريبات الفريق وعدت التقرير التالي يبدو أن الرمثة الذي تصدر دور المحترفين لكرة القدم في الأسبوعين الماضيين بدأ يقنع جماهيره أكثر وأكثر بأن اللقب الغائب عنهم منذ عام 82 سيكون هدفه الأول والأخير هذا الموسم الرمثة يعتلي صدارة الترتيب وبجعبته 13 نقطة بفارق نقطتين عن الجزيرة والوحدات بعد فوزه الصعب على شباب الأردن في اللحظات الأخيرة في الجولة الماضية التونسي نبيل الكوكي منذ أن استلام الفريق استطاع أن يضع بصمته مبكرا بالفوز الذي حققه على الوحدات بعد أيام فقط من إشرافه على الفريق وبعد استعانة إدارة الرمثة وبتوصية من المدرب الكوكي بالمدرب الوطني عثمان الحسنات ليكون مساعدا له أصبح للجهاز الفني بأكمله ثقلا كبيرا وبدأ ينعكس إجابا على الفريق في المستطيل الأخضر كل مبارئة ندخله بغاية الانتسار معناه نهيك وإنه حتى المبارئة اللي فاتت كانت معناه حديثنا كله تيلة الأسبوع كامل أول في المحاضرة ليلة المبارئة المحاضرة يوم المبارئة كان كله معناه تقريبا تركيز على ثلاثة نقات معناه نسمي إذا كان فيه مدرب في العالم يدخل بغاية أخرى معناه طبعا بعدين الأسليب وكيفية والنهج التكتيكي بالنسبة للنادي الرمثة رايح بإذن رب العالمين شوف المدربين الطموحين بإذن رب العالمين دائما بزرعوا في اللاعبين موضوع البطولة وموضوع الحصاد البطولة ممكن نادي الرمثة إلو سنين بعيد عن البطولة لكن بإذن رب العالمين أنا شايف نستاني في مجال أنه يكون في تواجد لنادي الرمثة على المنصات إذا ربنا أكرمنا وإذا أكرم اللاعبين يعني إذا قدرنا نولف الفريق بشكل كويس من هون لمرحلة الذهاب وفي مرحلة بين الذهاب ولياب ممكن الفريق كمان يصير أحسن وأحسن أسماء كبيرة يعول عليها جمهور الرمثة هذا الموسم بداية من المشاكس مصعب اللحام وكلا من العرقي شوكان وأحمد الدوني وأبو زيتون والمدافع الصلب جهد البعور بالإضافة للحارس الأمين محمد الشطناوي ويبقى جمهور الرمثة هو اللاعب الأساسي فهم دائما ما يكون خلف الفريق وهم مطالبين بدعم أكبر وحضور أكبر على المدرجات هذا الموسم ألغى المنتخب الوطني معسكره التدريبي الذي كان مقررا في ماليزيا من الخامس وحتى التاسع من الشهر المقبل والذي يتضمن لقاء وديا مع أصحاب الأرض حيث استبدل هذا المعسكر بتجمع مفتوح في العاصمة عمان يبدأ في الرابع من الشهر ذاته قبل توجه مباشرة إلى كامبوديا بعدها بأربعة أيام وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأسي آسي 2019 ويأتي هذا القرار نظرا لالتزام منتخب ماليزيا بجدول مباريات المجموعة الثانية من التصفيات مع كوريا الشمالية التي قرر الاتحاد الأسيوي خوضها بنفس توقيت معسكر النشامة أكد رئيس نادي الوحدات يوسف لزقور على ثقة إدارة النادي بالقضاء الأردني لمحاسبة المعتدين على لاعبي الوحدات تحت سن 15 عاما بعد مباراة الفيصل والوحدات الجمعة وقال الزقور خلال حديث خاص لرؤية أن لقاء جرى يوم الأحد مع مدير مكتب سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم في إطار متابعة سموه والاتحاد لمتابعة آخر مستجدات حادثة الاعتداء وأضاف الزقور أن إدارة النادي ستبقى محتفظة بحقها بما يضمن عدم المساس بها يذكر أن إدارة الوحدات قد علقت مشاركتها ببطولات الفئات العمرية جراء حادثة الاعتداء صحق النادي الأهل المصري ضيفه النجم الساحلي التونسي بالفوز عليه بستة أهداف مقابل هدفين وذلك ضمن اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد برج العرب في مدينة الإسكندرية سجل أهداف الأهل كل من وليد أزارو الذي وقع على الهاتريك فيما أكمل باقي الأهداف التونسي علي معلول ورامي ربيعة وحمد النقاس بالخطأ في مرمى هذا وسيلاق الأهل في المشهد الختامي الوداد البيضاوي المغربي الذي تأهل على حساب اتحاد الجزائر الجزائري شكرا